تقلبات حد شهدناها طالت سوق العملات المشفرة وتحديدا منذ بداية العام 2022 وزادت حدتها تحديدا في آخر أشهر الماضية شهر مايو الماضي شهدنا تقلباتها وتراجع إلى مستويات متدنية ذا حالة عدم اليقين العالمية والتي تحيط بالاقتصاد العالمي على ما يبدو ألقت بضلالها على عدة أصول وأسواق ونتحدث هنا عن سوق العملات المشفرة وهي أصول ذات مخاطر عالية كما تصنفها بيوت الخبرة ولكن ما هي المخاوف التي لا تزال مستمرة والتي لا تزال تطال هذه السوق نتحدث عن رهانات على هبوط أكبر للعملات المشفرة في الفترة المقبلة وكنا شهدنا عدة بيوت خبرة وكذلك بنوك عالمية تشير بأن هناك قيعان قد نشهدها جديدة للعملات المشفرة وعلى رأسهم تحديدا عملة البيتكوين نتحدث عن أكبر عملة من حيث القيمة السوقية في هذا السوق الكبير الذي شاهدنا عليه حركة قوية ودخول شركات ودخول كذلك عملات جديدة نتحدث عن عملات المشفرة التي أشارت بأنها قد تتراجع بأكثر من ثلاثين في المئة وقد نصل إلى قاع جديد وقعان جديدة قد تصلها هذه العملات يعني أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه حالة عدم اليقينة تحدث عن الوضع الراهن في الاقتصاد العالمي والتحركات الأخيرة التي شاهدناها بمستويات التضخم العالية التي وصلت إليها الدول ورفع لمعدلات الفائدة أي تجديد للسياسة النقدية من قبل صناع السياسة النقدية والبنوك المركزية العالمية ومؤخرا شاهدنا تفاعل هذه العملات وسوق العملات مع التحركات الأخيرة التي كانت على السوق الأسهم الأمريكية تحديدا في ظل التراجعات التي شاهدناها على مؤشر نازدك وكذلك الـ S&P 500 تراجعات كانت تتماشى مع هذه التراجعات التي رقبناها في وولستريت وعلى أثره بشكل عام أثرت على حركة العملات المشفرة والتراجعات جاءت متتالية نتحدث عن أداء هذه العملات وتحديدا العملات الرئيسية يعني القيمة السوقية اليوم تدنت ووصلت إلى تريليون ومئتين مليار يعني العام الماضي فقط في العام 2021 يعني هناك عدد كبير من الخبراء أشاروا بأن العام 2021 كان هو عام أو البومينغ الذي شاهدناه على سوق العملات المشفرة يعني هذه القيمة السوقية تجاوزت ثلاثة تريليونات دولار أن ذاك ولكن عدنا على ما يبدو هذه القيمة تبخرت نوعا ما على مدار الفترة الماضية وتحديدا مع بداية العام 2022 نتحدث عن أكبر عملتين من حيث القيمة السوقية سواء بيتكوين أو الإيثيريوم نتحدث عن بيتكوين التي كانت كذلك العام الماضي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار ولكن اليوم عند حدود 200 مليار دولار فقط لدينا الإيثيريوم كذلك هذه العملة التي وصلت إلى هذه المستويات 500 مليار وأن نشهد أداء منذ بداية العام 2022 تراجعات كانت نوعا ما حادة تحديدا مؤخرا في شهر مايو الماضي بعد أن وصلنا وكسرنا حواجز كانت متدنية سواء على البيتكوين الذي كسر حاجز 27 ألف نتحدث عن تراجعات تجاوزت 50% بالإضافة إلى الإيثير الذي تراجع ب36 في المئة نذكر بأن البيتكوين كان قد وصل إلى ذروة أعلى مستوى تاريخي وصله كان قد اقترب من 70 ألف دولار أنا ذاك والآن يتدول عند مستويات 30 ألف هذه مستويات الدعم التي تعد مهمة الآن بالنسبة للبيتكوين وتدولات عليها ولكن آخر تطورات التي جاءت متماشية مع موضوع سوق العملات المشفرة وشاهدنا الحديث عن موضوع التعدين الذي قد يؤثر على التغير المناخي وهناك بحسب بيوت الخبرة والخبراء في الاقتصاد الأخضر بأنه قد يؤثر على الاقتصاد السابق كنا شاهدنا في الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون لحضر تعدين البيتكوين في مدينة نيويورك يعني إن أصبحت أو حضرت هذا الملف سوف تكون أول ولاية أمريكية تعمل على حضر التعدين لعمليات التعدين العملات المشفرة وتستحوذ على منسبة 38% من حجم التعدين وتعدين شبكة سوق العملات المشفرة وقت سابق كذلك شاهدنا تصريحات من قبل برلمان الأوروبي واقتراح حضر مشابه للتعدين وليس فقط في أوروبا ولكن بعض الدول التي تشير بأن هذا سوف يؤثر على الاقتصاد وعلى المنافسة التي نشهد بين الدول للوصول إلى حياة كربوني بحلول عام 2030 والعام 2050 تعدين البيتكوين يعني إن تحدثنا عن استخدام مزيج الطاقة المستدام يعني الدول تعدين البيتكوين عالميا يستحوذ على منسبته أكثر من 58% في ألم أول ومقارنناه مع الدول العالمية الأخرى يعني لا يزال يستحوذ على نسبة أكبر مقارنة مع الدول في ما يخص هذه العملية واستخدام مزيج الطاقة المستدام إذن هي أبرز ما نراقبه على مستوى سوق العملات المشفرة هي حالة عدم اليقين وتفاعل هذه السوق مع آخر المعطيات التي نشهدها في الاقتصاد العالمية ترجمة نانسي قنقر